جزا الله الشيوخ خير الجزاء اللبوا لنا الدعوة والله يا اخواننا انا يعني مما جيت الجامعة ما لجيت رقن زي بتاع يوم الليلة صراحة كده رقن فيه البهجة وفيه السرور فيه الطمأنينة انت تحس بنفسك انه انت يعني في اضافة حاصلة في الجامعة جزا الله شيخ شهاب قبل حدث لنا عن الشيوعية والشيخ برضو كشف عن زيب الاباطيل بتاعت الصوفية وانا في الجامعة دي يعني هو ماسك المسجد تمام الناس بتشوف بيختلط عليهم والزود لا يا اخي يزاره طويل وبمشي مع انصار السنة وبمشي مع الصوفية يا اخواننا انا حتى الان لا صوفي لا انصار السنة لا غيره لا غيره انا زود مسلم على الكتاب والسنة تمام لكن الانصار السنة ذاته انا عشان اخش انصار السنة لابد انه اشوف انصار السنة دي عندهم عقائد يقول لك انا انا كتاب السنة موش انقسم وكده وكده سلفية برضو يعني انا لسه ما فكرت انه ابقى سلفية ولا ابقى انصار السنة ولا ابقى غيره دي لسه انا ما حصلتها يعني طيب في النقطة ثانية انه شيخ انه الخلاف مع الصوفية بالتحديد في العقائد العقائد انصار السنة الصوفية عقائدهم وصخانة ومنهم عقائد في الشيخ وكده انا داير اضافة بسيطة بس انه انحنا الليلة القاعدين دي لكلنا تمام كلنا يعني او جلنا كده صوفية ابهاتنا صوفية تمام في البيت لمن ترجع تلقى ابوك بيقول لك يا شيخنا الطاهر يا شيخنا فلان تمام دي كلها حاصلة الصوفية عندهم اذكار برضو انا موقع شنو من الاعراب انا زول عارف انه الاذكار دي مثلا استغفر الله سبحان الله بسوى الجمعة وغير وغير ايوه موقع شنو انا مسلم وزول عارفت الحاجات دي غلب تمام انا موقع شنو دي برضو داير الشيخ يوضيها لنا ان شاء الله يعني انا لو مشيت هالبلد لقيت النازل تمام في جامع واذكارهم يا هو بتاعة الجمعة دي اذكر معاهم تمام ولا بس يعني بس يوضح لينا النازل على باطل انا كده استفيد شنو لكن وضح لينا يا شيخ انه النازل انا قد معاهم ولا اقول ليهم كلامكم ده حق او باطل تمام وجزاكم والله خير انا بس يعني تاني برضو في نقطة بتاعة البرد يا اخواننا والله العظيم الصحابة رضوان الله عليهم انه لو اعرفتوا الغزوات اللي كان غزوة في برد شديد جدا لحد كان يعني سيدنا سعد ابن معاس توضع نعم المعلومات اندي ضعيفة شوية فتيمم بالناس وصلى بهم تيمم وصلى بالناس كان في غزوة من الغزوات لا ما الخندق مؤتة بالتغريب مؤتة تيمم وصلى بالناس انتو نحن يا جماعة نحن الساعتين دي قاسي الينا يا اخواننا الناس تشد يحويله وتتماسك ان شاء الله الليل في حيات كتيرة بتمره انا ما دار اطيل الى الناس داروز اخفف عن الشيخ بوقف ساعة وكسير باسدل انا قاسيبت يا اخواننا السلام عليكم جزاكم والله خير طيب يا جماعة اخونا دا الله يحفظوا ووفقنا وياه ويحفظكم جميعا ذكر اشياء يعني من ضمنها قال يا جماعة أنا مسلم انا ما انصر سنة ولا صوفي ولا كذا وده زي الزول القبيل ختم لو لاحظت الركن برضو ختم بنفسي شنو الكلام وده جماعة نحن كلام نأكد عليه ده كلام والله طيب جدا الزولة جماعة في القرآن الله قال قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ده ات المطالب به والله سبحانه وتعالى قال في القرآن ديك في سورة فصلت في اواخر سورة الحج قال هو سماكم المسلمين وقال ومن يبتغي في سورة العمران ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من القاسرين ابقى بس مسلم الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة الله كلامك طيب ونحن ما بندعو الناس بقى انصار سنة لانه في النهاية نحن كنا انصار سنة اه ايوه ده الكتاب تمام برضو ذكر الاذكار دار اجيب لكم اذكار وذاته بضحك منا وانتو بتضحكوا منا فيه عجل برضو قبل جاب داكو هنا بجيب لك السبعة شوية ان شاء الله في اخر نقطة فيه اذكار فيه سامي شياطين بجيب لك السي ان شاء الله بالكتاب وفيه اذكار دي فيه عجل وفيه الساعة اثنين برضو فيها والله ذكر بجيبه لك السي ان شاء الله بعش شوية فايتا نحن جماع ما انا نلقي هنا انصار سنة شنو بدري انصار سنة بدري العلماء قالوا واحد من العلماء اليمانيين اليمني اسمه مقبل ابن هاد الوادعي قال انصار سنة في السودان بدأت بدعوة الى التوحيد لا يكاد يوجد لها نظير في البداية زمان قال بعد ذاك تاني اتغيروا ما زيل اتغيروا خدشوا واحدين في السياسة واحدين خدشوا بيجاي بيقوا تكفيريين واحدين بيقوا سرورية بيجاي ديل برضو ديلة هون تكفيريين برضو واحدين بيقوا مع الصوفية عندكم واحد هنا في الجهاد دي جهات اب زباد واللبيض وكذي اسمه مطر دا برضو عنده لخبتة وكذي صوفية ما بيشاكلوا شنو انصار السنة ولا قال شنو اما ايواء الصوفية ما برضو في انصار السنة انصار السنة ما برضو في الصوفية وانصار السنة ما برضو في الاخوان المسلمين والاخوان المسلمون ما برضو في انصار السنة لخبتة كذي انصار السنة ذاتو شنو باختصار لغبة الشغلة نحن عندنا ردود عليهم لو خشية اليوتيوب بتلقاب الوثايق بنجيب كلام بوثيغته زي الكلام ده وكذي نجيب صوتيات وصورة وصوت مرات نجيب كلام رفت كلامي صارت سنة لغبة أي ما أفهم الكلام والصوفية يهود روشته ده شغل شيرك وقبور وابنه على الاموات وناد الشيخ الحقنا وفزعنا ويسفو التراب سكر لو كترتو بسوي لك سكر يسفو في التراب شغالين بجنبه ويملوك بوزاغ شفتها محايا يدوك لها ملانة سكن وبوزاغ ما معروف الشيخ سافي ما سافي بملاك بوزاغ وبعد داشنو لما هو يمرض الشيخ لما يمرض بمروكه فيه تايلند هو لما يمرض بمشي المستشفى ويته لما انت امرض اديك البوزاغ ده لو هو مختنع بشغلته دي بمشي دكتور ما كانش عالج نفسه بنفسه صح بحاجت دي لكن كلها بتاعت لخبتة ومحايات وبخرات زور راجل يا اخي قعد يتبخر دي الحريم المرض يتراه بتاقو ده برضو اتخدت لك حاجة في كانونه تقعد يغتق ببطانية شغال ذاته جاطت بالطريقة دي جاطت عديل فكل شنو لخبة اخونا دا كونو يقول انا ما انا مسلم انا مسلم ما انصار سنة ولا صوفي لا تبقى انصار سنة لا تبقى صوفي لا تبقى مع الاخوان المسلمين لا تبقى مع التكفيريين سرورية ديل ديل بتاعت التفجير ديل زي محلقون داسي زول اختلف معاو كذي بيقوم بيك كذي بحزام ناسف بيوديك المغابر طوالي شفتا كيف لا تبقى حزبي امه عندك جيبين جيب هنا وجيب هناك دا عنده جيبين دا كان مسكة ما عارف انا بيحصل شو الله وعلم يعني لكن عنده جيبين لا دا عارفوا ما اشي ولا جاي دا بيجنبه وداك بيغادي التبليغي دا اللي بيقول لون الاحباب دا الشايلين لون عفش جاي من باكستان الجامع بيكون فيه سبع صفوف صفين بيملون عفش ورا الخمسة بكونوا غاية هنا والجامع ذاته بيملو لك سراويل وحاجات بتكون برا ما علقه وحيله ورز شغلة عجيبة جدا دا البيجنبه وتوحيد دعوة للتوحيد ما فو دعوة للتوحيد دعوة الرسل ما فو جاهله وبلاوي فما تبقى مع الجماعات دي كلها بس ابقى مسلم حر فيه احسن من كده جماه كتابه سنة ما كان عليه الصحابة حر وفي الدنيا دي اجتهد سوي لينا طيارة تشتغل بموية كوبة الزير ونطير طوال شوفتا كيف سوي لينا عربية بتشتغل بالحوة ساي شوفتا ما بمشكلة عمل لينا حاجات مفيدة في الدنيا دي ما عندك اي مشكلة واتطور والبس نظيف وطقيمة ذاته قميص بمطلونة سودة وشرابي بيضة جزمة سودة ما في اي مشكلة جسطر شغلتك تمام شوفتا كيف ودي ريحة وظريف سرح مام نقول لك نكيش شعرك مرة سرح ومرة قديمه ويا ساي وعمرك شوفتا كيف ظريف ما عندك اي مشكلة واقرأ اقتصاد واسمت خالف الدين اقرأ هندسة سوي لينا عمارة ما في مشكلة نجي ذاته نخش معاك فيها نتونة سوي سوي الجبنة وبعدين سوي ليك ابقى دكتور ابقى ما في مشكلة يا جماعة تاني في حاجة يا جماعة في تشدد دسي في الشغل له ما في احنا اتسي جينا مين الخرطوم جينا بيبوكسي او كان مش شددين ولا كان جينا بحصان ولا احمر ما فيش وبناكل ونشرب ما شايف الجماعة ديل بيقول لنا باسطة قال بيقولوا باسطة ديل اظنهم بيأكلوا اقتر مننا حتى اخر مرة انا قلتها ما عارف متين ها برفضوني ما قلتها متين ما معروفة وكل فانا اخونا ده والله كلمته ده عجبتني جدا والله ابقى باس مسلم حر حسي مين الليلة لو تابقى لاي حزيب ولو ان تركتكم بعدها وين الزول ده يا جماعة قول له ساب البلد مشا خلال ما تبقى معايز واله مين اسي كويسة خليك حر كدي باس براك كدي والله اسي الزول القبال ده انا كيفني جدا زي اخونا ده قال الزول ده سينير في سنة تالتة ولا رابعة يعني ده تلاتة سنة الزول صامد ما في حزيب كدير خش ادوك فيه مقلب ها ده ما ده ما حاجة كويسة جماعة زول يكون سابت وكذا وكذا طيب بعد ده قال الجماعة انقسموا وكذي الى اخرى ده لكون اللي انقسموا انصار السنة تقسموك اما الدعوة السلفية ما تقسمت ايما الدعوة السلفية ده من جبا النبي عليه الصلاة والسلام للليلة السلفية هي شنو كتا قال كتاب وسنة بفهم السلف السلف يعني الصحابة السلف قدامي انا الفاتو الصحابة والتابعون واتباع التابعون ده في القرآن الله سبحانه وتعالى قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ونحن ليه بنقول سلفية جماعة ليه القرآن والسنة بفهم السلف هي بنقول بفهم السلف لانو الصحابة ده لفهم ناس للدين هس افهم انا للآية بفهم اكتر انا ولا دكتور فلان ولا بوروف فلان ولا عبد الله ابن عباس القرآن بفهمه اكتر منه مش الصحابة طالما الصحابة ده لفهم ناس للقرآن وللسنة نحن بنقول لك بس اتبعوا في الدين اما في الدنيا في الدنيا دي اجتهد ما في مشكلة اعرفت يا جماعة دي النقطة التانية ما في تكسيم بين السلفين السلفية دي واضحة منهج قويم يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافة في جميع جوانب الدين افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الى اخره والله نهى عن التقسم نهى عن التفرق ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء والله قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الى اخر الآيات وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون بعدين قال الصوفية والعقائد نحن خلافنا مع الصوفية الاساس في العقائد عقيدتنا اللى نادي اللى براه وبنعبد براه هون عقيدت تنادي الله والشيخ في كربك انته بتغيثك جنده بقول لك كادي يعنى عندانا بس براه والله سبحانه عندنا بيعلم الغيب الا براه سبحانه وتح لنا هنا عندنا الشيخ بيعلم الغيب زي الله بيعلم الغيب والشيخ بيعلم الغيب لشان يشوف لينالرايشة وحوط لما افتحه لا فيشي الجنة ولا براه وعند هنا الشيخ بدي الجنة اختلفنا ولا مختلف unattلف chúng الشباب ديل اختلفوا مع الشغلة دي. بعد داك نمر اربعة قال اببهاتنا صوفية وكذا وكذا والناس ديل موجودين وإلى خيره. صح كتير من الناس يا جماعة اببهات زمان لقوا الصوفية لقوا جهل الناس ولقوا صفات الناس الطيبة مع الجهل. يعني لقوا الناس كرمة. البلد دي ما عروفة بالشغلة دي. بالرجال والكرم وكذا اشياء زي دي همامنا قولوا تكسير تلي. دي حقيقة حاصلة. بقولوا برا الناس. بقول لك البلد ال ال بيقولوا لزول يتفضل قبل ما يعرفوا الضيفة. بيقولوا كذي. واسم نحنا لفين البلد دي جينا بابا نوسي هنا. ما شينا ليه بور سودان. ما شينا بي غادي الدمازين. لفين بي جاي الجزيرة. مدني وين وين. ما شينا القطارف كسلة. لفين البلد دي الله يتقبل. لفين والله ذاته عشان نعيد دين. الله يتقبله. ده ما فخر بنقوله. لكن ده رأوريك حاجة. محل ما تمش. شفت الغالبية انطباع واحد او صفات واحدة كرم. كرم. يقول لك اتفضل وكذا وكذا. دي الله بدري لقو كرم الناس. ولقو رجالتون يلقو كذي. ولقو محبة للدين. قامو جاي غشون. الشيخ بيعمل وبسوي وكذا وكذا. لكن هسي الشباب قاعدين ديل واعين. هسي في الشباب ديل دراويش. صوفية بتشربوا محاياتها جماعة. محايات بتشربوها. بخرات بتبخرو بها. شايفكم هاتو نجاد. ما في كلام زي ذا الله يتقبل. وكذا الاخير. اما الموقف سؤاله طيب. قال الموقف شنو. الموقف اجماعة. الصوفية نحن بنختلف معاهم في العقيدة. وعندهم بدع في العبادات. دعاء جماعي. وبدع ونوبات. وبيذكروا. في الزكر دم خالفيننا. اذكار زاتة عجيبة. ما يقول لك. بذكر الله وكذا وكذا. بذكروا بشنو. بيقولوا شنو. هو 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 هو. هو ده ضمير. ما عندهم ضمير زاته. هو 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 هو. ولا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. انت بتدعو بتقول يا لطيف. الصح تقول يا لطيف. الطف. صح ولا ما صح. هم بسوا زي الزكر. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف هو 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 وعانا الاذكار دي لس انا بورك لها بعد داك بورك موقفة كتة شنو منها لانه سؤاله طيب جدا. عانا الاذكار دي بس بديك كتابين بس. ده كتابة زاهير الرياض. ده بتاع الطريقة السمانية تاليف الاستاذ الشيخ عبد المحمود ابن الشيخ نور الدائم. طيب طب هو في القاهرة برضو. صفحة مية خمسة وتزعين. عان دا. عان دا ذكر. عليك الله شوف الزكر. ومنها قوله رضي الله عنه دا ذكر. شوفوا شنو. قال يكتب لمن به حمى هذه الاسماء. كان زول عنده حمى. بكتبوا له اسماء معينة. ها تكتب شنو. قال شقش اتنين. شقموش اتنين. عليك الله جماعة واحد يجي شوف. انا بس دائر واحد من طرف ساي بس يجي. اقرأ معاي بس يا عين الله بس بيعين. اخونا طاقية عليك الله تعال ما عليش. اهي. عشان كاغلطة زاتوا تصلحني. اتي بتتفقوا مع عشقة شديدتو? ضيب. عين الله هدي. صفحة كم? الصفحة فوق. صفحة مية خمسة وتزعين. ايوة مية خمسة وتزعين. يلا عين. قال ومينها قوله رضي الله عنه. انا كان كدب تسبتني. قال يكتب لمن به حمى هذه الاسماء. شقش اتنين. شقموش اتنين. نمو شلخ اتنين. راعي الملخ اتنين. ابا نوخ اتنين. العجل اتنين. الساعة اتنين. صح والله ماسك. كلام ده كله ساعة. ده قلب لك للساعة اتنين. وعنده حمى التمساير بالا جنو? ده ده ذكره الأول. خليك واقف انه الذكره التاني. انه دهلون طبعا لو قاروا كدب الجماعة دهل بحرفوا الحاصل. هذا الكتاب. اه انا حافظة بالصفحة صفحة مية اربعة عشر. دي كمان فيها اسماء عجيبة جدا. يلا امزق ليه الكتاب. ده كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والاوراد القادرية. ده الطريقة القادرية القبل قررت لك منه شنو? القصيدة. عين. قال عنده ذكر اللي هو له قدس سره في سين هنا ممحية. اي. ويرد الظهر ويسمى حزبة السريانية. يلا اسمح الكلام ده. قال بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة مية وربعة عشر. اسمعوا الكلام ده كويسي. قال بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسلم. اللهم انه ليس في الرياح مرة. ولا في السحاب قطرة. ولا في البرق لمعة. ولا في الرعود زجرة. ولا في العرش والكرسي شيء. ولا في الملك آية إلا وهي لك أهلة. شهدت بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. رب العرضين والسماوات. كاشف الكروب. علام الغيوب. لحد هنا مش واضح الكلام. اهي الله تعالى شوف. قال ومخرج الحبوب ومسخر القلوب لمن كان محبوبا لمن كان مهجورا حتى يعود محبوبا بهبوب هبوب. بلطف خفي يا الله يا الله يا الله يا الله بصعصع صعصع والبهاء والنور التام بسهسهوب سهسهوب ذي العز الشامخ بتهطهوب لهوب. يا الله يا الله يا الله حم حم كهوب كهوب الذي سخر كل شيء. انت فائم شيء? الذي سخر كل شيء كهوب? ها? ولذلك جماعة ده كله هوس قال احنا اخونا ده سؤال والله طيب جدا قال نحنا دورنا شنو تجاه الاشياء دي دورنا جماعة الله قال وبالوالدين احسانا من الاحسان والدك تجد ناصحه لكن جماعة النصيحة للوالد بتختلف من النصيحة للصاحب يعني صاحبك ده ممكن عادي تقول له فرد شغل ما كذي عادي لكن ابوك ما ممكن تقول له شغل ما يا من عمك شغل ما كيف ما بيجي كذي والدك ده والدك ده براحة بيتلطف يا ابو يا شغل الصاح كذا ويته صاح فاهم وربيتني وهنا لكن الله سبحانه وتعالى بقول في القرآن كذا تناصحه بالتي احسن توري خطورة التصوف يا جماعة النازل خدعون باشياء الله قال ولا تلبسوا الحق بالباطل خدعون انه الصوفية بأكلوا الكسرة بحفظوا القرآن عندهم مسايد بزوجوا الناس بيجيبوا لهنا حاجات السمحة دي وبضللون من من الاشياء الكعبة شفت كيف الاشياء السيئة في كتب دي الا تبقى من المقربين ولا تبقى من الناس المتقدمين حتى نظهروا لك ودي حقيقتنا في الكتب دي ونحن والله في اشياء مبتد قريزاته التاغون دا قريد قدامه الاشياء دي المكتوبة لكن في حاجات تاني جوة في واحد هنا صفحة خمسة واربعين في خطوات وفي اشياء كثيرة جدا وبلاوي كثيرة جدا في الكتب دي انا ماذا ارطول على الناس لكن اذا مد الله جل وعلا في الاجال وفق بنجتان ان شاء الله مرة اخرى واصل في مثل هذه المحاضرات لكن ندعو الناس للتوحيد جماعة والاستقامة على دين الله ونصيحتنا للاخل قبل دخل دي جزاء الله خير انه قبل في الركن ناغشنا بعض المسائل الذكرتها دي اه تفضل اخر مداخل ان شاء الله طيب الحمد لله رب العالمين انا اندي ثلاثة سؤال السؤال الاول النوبة في الناس اللي بيستخدم النوبة بقول لك دي تحبيب لدين الله عز و جل النوبة تحبيب لدين الله عز و جل عندنا في مديح برضو انا سمعتو المديح دا بقول عندك وعند الله سر القوم يبني وقيع الله استاذنا انا دار التفسير لي المديح دا وزايدنا النوبة وعندنا مديح تاني برضو انه ما عرفنا هو مديح بيمدح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بيمدح فيه الشيطان بيقلق الأولى مكاشف القوم يطوب بيمقول له ولا ايمقول له ما عارف وبرك الله بيك يا الله جماعة يعني القصائد اللي بيقولوه دي اللي تذكر قصيتين منا عندك وعند الله الاخره والكلام دا دا ما غريب من كلام الناد زيل وفي النهاية الله قال في القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد فنحنا نقول للأحياء من الناس ذيل البروة إذا ترى هما مات مات نحنا الزول المات دا ما عارفه مصيره في جنة ولا شنو والندي نحنا ما بنخش فيها لكن بنقول الدرب بتاع الزول لا بيودي النار درب فلان بيودي النار لكن هزاته في نفسه بيخش الجنة والنار ندي نحنا ما بنخش فيها جماعة وده عقلت المسلم كذي لأنه يمكن الزول كذا كذا يمكن حاجات كثيرة لكن في النهاية نحنا بنقول الدرب دا بيودي الجنة بنص القرآن والدرب دا بيودي النار بنص القرآن وقصايدون دي عندك عند الله وكذا وكذا ما غريبة وديك التاني مكاشف القوم إلى خيره نادل عندهون الأكبر من كذي بتاعه عندك عند الله دي عندهون الأكبر من كذي زول بيقول لك الشيخ بيدي جنة عديل كباشي كم أدى ولد إلى خيره وعندون أشياء قبيل ذكرنا منه إنا بخطبهم في البلاد نزيلوا قولي يا ولي الله يسماعيله وعنده عنده قماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم علين بالغيب باطن وظاهر وعنده قصيدة البرع دا ذاته بتاع عندك دي شفت دا بتاع دا ذاته عنده كتاب هنا اسمه ليك سلام مني بيقول الشيخ عديل بيقلب البيت ولد والله ليه سلم يا ولد القلب البيت ولد شرحه براه في كتاب اسمه ليك سلام مني هذا موجود موجود هنا ولا موجود شفتها ليك سلام مني دا شفتها كيف ليه سلم يا ولد من صفحة أربعين لي أربع وربعين شفتها كيف هذه ليه سلم يا ولد القلب البيت ولد وبعدين شرحه بغادي برغم ستاشر هذه قال أورد هذه الكرامة صاحب الأزاهير إلا أنه نسبها إلى الشيخ يعقوب بن أحمد الصليحة بتلميذ الشيخ أحمد الطيب حيث قال كان للشيخ يعقوب رضي الله عنه تلميذ وله ست بنات فشكى له يوما عدم الولد أنا بحكاه لك سايب هذين الدار داك كذي يشوف لأنه الزمن أيها عزول لا قال الشيخ عنده تلميذ التلميذ عنده ستة بنات جال الشيخ قال لا ندار ليه ولد قال له أحضر لي واحدة منهن في صبيحة يوم الجمعة بعد صلاة الفجر داري عمل لا تعديل بيت والله وده هضم هضم ده لي حقوق المرأة طبعا هضم للجماعة ديلك بشاكلونا نحن وبشاكلوا الدراوج ديلك قال قال فأحضر له واحدة في صبيحة يوم الجمعة بعد صلاة الفجر فتناول سبحته ده اللي بعكر مزاجنا طبعا قال فتناول سبحته واخذ يذكر بهمة عالية بشدة وده طبعا ما من الدين السباح دي الرسول بيسبح بأصابعه وبييد اليمين زي ما في سنن أبي داود صح والألباني من رواية عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه ده الدليل قال ثم قال للبنت وتلا قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتابة الآية خطافي غير موضع طبعا قال ثم مسح على البنت فقلبت ولدا دي الآية دي قال وبيسبح بتاعته دي والآية ما جات دي تقلب البنت هنا الآية ما جات تقلب البنت ولد الآية دي تفسيرا يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة دا فيه تفسير ابن كثير كذي فيه اتنين في صحف الملائكة آي في صحف الملائكة وفي اللوحة المحفوظ قال لك يمحو الله ما يشاء ويثبت ابن كثير قال في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب اللوحة المحفوظ ريفت ذا التفسير كذي شاكي يبقل لك في صلة الرحم إلى آخره يعني يزاد له شنو ينسى له في أجله إلى آخره طيب قام قال البنت والد قلبت شنو ولد والله في القرآن قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الله جاب بيت خلاص بيت ولد خلاص شنو ولد دا قلبه فالقصائد دي ما غريبة القصيدة التالتة الجاب أخونا دا وختم بها كلامه بتاعت مكاشف القوم وململة كلام زي دا بتاعت مكاشف القوم ومملة وململة دي شفت اللي بيقوا يختموا بها الحفلات دي دي فيها حاجات زاتة شنو لكا كين لكا كين مكا كين مكا كين بعد شوي يقول لك حمار وقع في الطين راجل صالحين ادو البنزين ها برضو فيها كم زاردين وقس دي بتاعت الحمار دا ما زارد براو في حمار بيقع في الطين راجل بنزين راجل صالحين ادو بنزين في حمار داير بنزين ها جماعة ولا داير ليه برسيم الحمار دي لعندهم الحمير بيأكلوا بنزين جابوا أزمة زاته في البلد الله أعلم فلذا بكلامهم دا يعني فدا كل جماعة هواس تقيل جدا في البلد دي وانا احنا والله في ختام الجلسة دي يعني نشكر جميع الطلاب الله يجزيك خيري ورقة ما في مشكلة النازل بس سهرنا بيهم تاني بي شوفونا بالضح جاب تلات أشياء قال في بعض السياسيين يقولون دي ماكي النشاط الحوجدة وكذا إلى آخره وفي هوس ولا شنود ما ينسب للدين كلام كذي المهم فيه وماكي النشاط وفيه هوس إلى آخره نحن جماعة براحة كذي الدين دا والله ما خاص بالمزيد الدين دا جماعة في كل مكان نحن مم نقول للناس يدعصبوا كذا إلى آخره ويجوتوا الشغلة لا 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 الدين دا والله ساهل الكتاب وسنة وكان عليه الصحابة وزول تكون عادي وتأكل وتشرب وتضحك مع الناس وتتونس ولابس ظريف وتتزوج أجمل امرأة تعزيلة ما في مشكلة وتلبس أحسن لبس وركب أحسن عربية وابقى وابقى قبيل ذكرت لك الكلام وكل اسكريم هس أنا قاعد أدوك بوشة ما شوفني أخسم باللهجة أدوك بوشة وكذي مرات بقلبهو بحاجات كثيرة ما تشوفني أنا عادي بقلب لك ما في حاجة ومنشاغل الناس في البيت وأولادنا ونضاحكون والسفر دا قريب ثلاث طائر ساعة بضحكون أنا في الشارع أزالون الناس ما في تشدد والله عاديين وقال لك بيأكلوا باسطة وبشربوا لبن بيزوجوا أربعة يعني ما في تشدد شغل ذاته عجب ولذلك يا معاديين والله لأبعد حدود شفت في حدود الشريعة فذي نقطة جماعة والدين ما في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاذ قال كنت رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي في صيحة البقاري يا معاذ أتدري ما حق الله يا العباد إلى آخر الحديث حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله لم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء فالدين ده جماعة في كل مكان تطبق الحق يعني وعد ذاك الدنيا نحن ما يعني شددنا على الناس فيها وعد ذاك التاني ده نبذنا كذي قال إتما عندك دين في نفس الوقت كلكم مسلمين هل يجوز ذلك طيب الله يجزق خير بالنسبة لعمنا ده جماعة الكان هنا ده الناس لو لقته مش الله تطلط تفضيه في الكلام وكذا إلى أخير أنا في النهاية شنو دارين الخير والهداية للناس والله ما أكتر منك طيب الكلام التاني ده كان اعتراض يعني نبذ لنا نحن في نفس الوقت كان اعتراض أنه يتوب ترد عليه بعض وكذا أنا أختصر لك الكلام ده بالراحة نحن جماعة لو قعدنا ندسدس الحاجات وكذا وإلى آخر بنكون سلكنا مسلك الإخوان المسلمين لأنه فينا هذه لقاعدة فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وده ما نصح حاجة ما زي الزول العنده ستة حرامية عنده دهب في البيت في أربع برة وفيه اتنين جوا شال عكاز ومرق للأربع البرة وخلى ديل جوا قاعدين ده حل مشكلته ولا تبدأ بيده ديل اول شي ديل اول شي عندنا ناس نحنا جوا خطرين استعالك الله بتاع الشقة الشقة مش دا داسي البرة والجوا الشغل دا كيف سيحلو وبتاع راع المنخ والساعة اتنين دا وديلك نحنا بالنهار وده فتش لهم بالليل شغل دا كتيرة جما فنحنا نصيحتنا شنو من النصح بنشوفوا في الدين نناصح الكل والكل ذاته لو شافوا فينا غلط ينصحونا صدرنا والله وكذا فصدرنا رحب لو غلطنا ينصحنا ولما غلطنا يذكرنا برضو لكن احنا من ناصح الجميع الجنبنا من ناصحو والبعيد هناك برضو بالناصحو كذي في ضوء ضوء الكتاب والسنة والنبي عليه الصلاة والسلام في صيح مسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره شنو بيده الى خيره من رأى منكم منكرا دا شغل شرطه في النهاية فيه فعل شرط وجواب شرط الى خيره ومنكرا دي نكرا أي منكر كبير صغير الى خيره فإن تشنو تبين الحق في المسألة لأو القريب ولا البعيد طيب المسألة التالتة يقول فلان رسول الإنسانية وكذا جماعة زول اتق الله في الفاظه والله ما تشكر لك زول في غير موضعه آخر رسول وآخر نبي الله ختم به الأنبي أمنه محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فما بجزل يزول يقول يصف يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أنه نبي اتق الله في ألفاظه لأنه الله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فنحن نشكر لكم جميعا بعد شكر الله تعالى حسن استماعكم ونسأل الله يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى إن شاء الله إذا مدى الله في الآجال ووفق بنجيكم والجلسة تكون أوسع والكتب تفتح بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا